منذ بدء عمل الحكومة ومراجعة الملفات شخصنا الأسباب الحقيقية التي تلامس أزمة الكهرباء طيلة السنوات الماضية ووضعنا أمامها حلول توجهنا بقوة نحو إجراءات أعمال الصيانة صيانة كل المحطات في الوحدات التوليدية ولله الحمد أكملناها قبل موسم الصيف أيضا ذهبنا للتعاقد مع شركة سيمينس لنصب منظومات التبريد هذه المنظومات هذا الإجراء وفرنا طاقة كهربائية بحدود 797 ميجاوات بدون وقود كذلك سارعنا العمل باتجاه إكمال تنفيذ المحطات التي كانت قيد التنفيذ من مشاريع المتأخرة وافتتحنا محطة في محافظة صراح الدين ساهمت في رفض المنظومة ب600 ميجاوات إضافة إلى عمل كبير ومهم على مستوى فك الإختناقات وإنجاز المحطات التحويلية في بغداد والمحافظات قبل فترة يمكن علينا توزاة الكهرباء أنه لأول مرة يصل الإنتاج إلى 26 ألف ميجاوات الإنتاج يصل إلى هذا الرقم بفعل هذه الحلول ولولا هذه الإجراءات يمكن كانت المشكلة تكون أكبر وأعمق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر